سلمة بعدها سلمة ويطول الأهل السماء شوفوا كلمات المبدع أي من بهجة أمر كلمات دي يا جماعة أهل القمة اسمه على مسمى كانت بتهز مدرجات استاد النهيان مع كل هدف الحام مشكورين جدا الأشقاء الأعزاء في الإمارات مسؤولي الإزاعة الداخلية لستاد النهيان في التفاعل الكبير مع جمهور الأهل الجميل مع كل هدف الأهل القمة اسمه على مسمى ده اللي الناس كلها رفعت للقبعة ده اللي الكله قالك ده البطل مصر وأفريقيا وهنا يعني إذا كنت بحي الفنانين الكبار اللي غنوا الأغنية رمي جمال وفريق واما وأحمد سعد والمبدع بزيادة هشام جمال في كلمات أيمن بهجة أمر لأن هي دي الكلمات اللي بتعيش هتفضل شوفوا احنا بنتكلم على فكري باشا أبوض عليه رحمة الله من عقود طويلة توفية ومازالت كلماته انت دايما انت دايما في الأمام بنتكلم على الأمير عبدالله الفصل عليه رحمة الله في رائعة عبد الحليم حافظ زين النوادي دي الكلمات اللي بتعيش في الوجدان العام عشان كده الأهل القمة اسم على مسمى لأيمن بهجة أمر خلاص اعتمدت في الوجدان الشعب العام اعتمدت الأغنية الشعبية لجماهير الأهل مع كل بطولة ومع كل هدف ومع كل احتفال وزي ما بقول لكم كان الرائع جدا انه استاد قال نهيان بيبثها مع كل هدف وكانها تعبيرا عن الفرحة الأهلوية الكبيرة لبطل مصر وهنا انا عايز افتكر بس لانه اصيرت حكاية الاهلي مش بيمثل مصر الاهلي بيمثل نفسه ازاي يعني وهنا فكرة التمثيل يا جماعة مين بيمثل مين لانه اذا كانوا ظلموا حسام حداد المزيع اللي قال التوصيف ده فالناس نسيت انه فيه غيره كتير من مقدم البرامج الرياضية من لعبته الكرة قالوا الكلام ده كتير سواء لما الاهلي بيلعب او الزبالك بيلعب او اي فريق مصري يقول لك لا هو بيمثل نفسه انتوا محتاجين تفهموا مصطلح التمثيل صح بجد محتاجين تفهموا ضبط المصطلحات هو الاهلي شارك في بطولة افريقيا من نفسه ولا كان بيمثل مصر باعتباره البطل المحل لها والبطولة بتسمح انه الوصيف بيشارك زي ما بتسمح في الكونفدرالية بطل الكياس وتالت الدوري اذا انت بتشارك في افريقيا ممثلا للكرة المصرية اللي انت بطالها حلو طيب بتشارك خط بطولة افريقيا بتشارك في بطولة العالم ممثلا عن افريقيا اللي منحتك التمثيل عن تمثيل مصر او التأشير عن تمثيل مصر فيبقى ازاي انت ما بتمثيلش مصر انت بتمثل مصر وانت بتعلي قيمة مصر وانت بتقدم مصر في قابها صورة حضرية وانت بتقدم مصر للعالم كله في كيف يكون الشاب المصري مستوى الكرة في مصر مستوى السلوك الرياضي مستوى احترام المنافس التواضع عند المكسب وجبتلك الصورة الرائعة للكابتن الخطيب وهو بيرفض المبلغة في الاحتفال احتراما للمنافس فما بالك لم يبقى المنافس ده الشقيق السعودي الكبير الهلال هي دي مصر وهي دي صورتها وهو ده رئيس الفيفا وهو يقلد لعيب النادي الاهل الميدالية البرونزية برقم قياسي لم يحدث